أيها الإخوة الكرام لا شك أنكم تعلمون أن قلقا عاما أصاب العالم الإسلامي قلق على أرزاقهم وقلق على ثرواتهم وقلق على أمنهم وقلق على ولودهم القلق أيها الإخوة كالملح في الطعام إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده القلق في حدوده المعتدلة ضروري لأنه باعث إلى النجاح لكنه إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده فالقلق على الحاضر والمستقبل ضروري ولكن في حدوده بحيث لا ينتهي هذا القلق بالإنسان إلى التعاثة والثوداوية والتشاؤن والشقاب لكن بعض الناس أيها الإخوة يهرب من القلق ولا يواجهه فيقع في قلق أشد ويقع في مصيبة أكبر هذا شأن النعامة تغمث رأسها في الرمل وتتجاهل الأخطار المحلقة بها هناك من لا يقلق وهو ساذج وهناك من يقلق وهو مبالغ فالمبالغة في القلق هموماً أكبر من إنكانياتهم وطاقاتهم وأكبر مما خصهم الله بها من قدرات إنهم يذمرون أنفسهم أيها الإخوة كطرفة يروى أن أعرابياً كانت عنده أما فقيل له هل تتمنى أن تذهب هذه الأما وأن تكون خليفة المسلمين قال لا لا والله قل له لم قال أخسى أن تذهب الأما ولا أكون خليفة المسلمين عندك شيء حافظ عليه ليس هناك من إنسان إلا وعنده قدر من النجاح ينبغي أن يلتفت إليه ثانياً أيها الإخوة من وسائل دفع القلق انظر إلى واقعك بعين الرضا ارضى عن الله يقول الله عز وجل رضي الله عنهم وردوا عنه ارضى عن الله فيما أقامك في كل ما أقامك في كل الحبوض التي منحك إياها ارضى عن الله في واقعك إن كانت بالإمكان أن تحسن واقعك ففعل أما إذا بذلت المستطاع ولك واقع لا يتتجاوزه فرض به فجر يطوف حول الكعب يدعو ويقول يا رب هل أنت راض عنه فكان وراءه الإمام الشافعي قال يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك قال له سبحان الله كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه فقال الإمام الشافعي إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله عز وجل اقبل واقعك اقبل إن كاناتك اقبل من حولك هؤلاء قدر الرضا يسبب السعادة ويبعد القلق أيها الإخوة الكرام لا تقفوا على أنفسكم إن لنفسك عليك حقا لا تحملها فوق ما تطيق لا يعني أن تستسلم ولا يعني أن تكون شقيا هذا مما يدفع القلق لكن هذا لا يمنع أن تكون ضموحا من أروع ما قاله سيدنا عمر بن عبد العزيز قال إن لي نسى التواق طاقت إلى الإمارة فلما بلغتها طاقت إلى الخلافة فلما بلغتها طاقت إلى الجنة مرة ثانية أيها الإخوة ما منا واحد إلا وقد حقق قدرا من النجاح هذا القدر من النجاح ينبغي أن يشكر الله عليه ينبغي أن يستوعبه ينبغي أن يستمزع به ينبغي أن يحمده يحمد الذي أعطاه هذا النجاح لذلك من أوتي القرآن فظن أن أحدا أوتي أكثر منه فقد حقر ما عظمه الله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما إذا كنت قد اهتديت إلى الله قد طبقت شرع الله عز وجل أنت على عقيدة سليمة فهذه نعمة العمة يفتقر إليها معظم المسلمين في البلاد من علامات الرضا عن الله أنك لا تحقد على أحد من الناس فالله عز وجل فضله واسع وعميل فالزوجة التي ترى أختها لها زوج غني ينبغي أن لا تحقد عليها ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء المطلقة إذا قابلت زوجة سعيدة ينبغي أن لا تحقد عليها فضل الله عظيم يؤتيه من يشاء البنت التي خصبت أختها ولم تخطب ينبغي أن لا تحقد عليها الحقد والحسد من علامات ضعف الإيمان شيء آخر لا تعيش الماضي أبدا ما مضى فات الندم على الماضي والحديث عن الماضي وما فاتك فيه من فرط هذه كلها متاعب لا تقدم ولا تؤخر ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها يرى أن ابن حزن رحمه الله تعالى نظر إلى الناس مسلمهم وكافرهم برهم وفاجرهم عربهم وعجمهم فقال رأيتهم قد أطبقوا واتفقوا على أمر واحد هو أنهم جميعا على مطلب واحد يتعلق بمدافعة الهموم وإزالتها عن نفسهم أنا أعبر عن هذه الفكرة بالعبارة الثالية من ستة آلاف مليون في بني البشر ما منهم واحد إلا ويتمنى السلامة والسعادة هذا مطلب ثابت لكل بني البشر ابن حزن رحمه الله تعالى ثم قال ثم بحثت عن سر ذلك وعن أعظم ما يتحقق به دفع الهم والغم فلم أجد أعظم من عبادة الله تعالى ومن محبته والانطراح بين يديه فعلمت بذلك أن هدي الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام قد احتوى على طرد الهموم في الدنيا وفي الآخرة لأن الله عز وجل يقول ومن يستق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتفظ ومن يتوكل على الله فهو حزوه لذلك قال توقع المصيبة مصيبة أكبر منها أنت من خوف المرض في مرض من خوف الفقر في فقر توقع المصيبة مصيبة أكبر منها أيها الإخوة الكرام من علامة استقامتك على أمر الله أنك بعيد عن الخلق للمستقبل وعن الخوف منه وعن الندم على ما مضى بدليل أن الله عز وجل يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا لا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا على الماضي ففي آية واحدة غطي الماضي والمستقبل ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدوه قال بعض الحكماء دعي المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البالي ما بين غنضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال أحد العلماء قال باق بي أمر أوجب لي هما وغما لازما دائما وقد أخذت أبالغ وأفكر كيف أتخلص من هذا الأمر بكل حيلة وبكل وجه فما رأيت طريقا للخلاصين ثم عرضت لي الآية الكريمة ومن يتق الله يجعل له مخرجة فعلمت أن التقوى سبب للمخرج من كل هم وغم شكرا للمشاهدة